موسيقى 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 من 5 إلى 15 عقدة البحر يكون هادئ إلى قليل الاضطراب بخليج حمامات وبجية الساحل وصولا لمنطقة تشابة رياح من قطاع الغربي ثم تتجه إلى قطاع الشمالي سرعة من 5 إلى 15 عقدة البحر يكون متموج وبخليج قابس تتراح سرعة الرياح الغربية من بين 10 إلى 20 عقدة البحر يكون متموج إلى مضطرب كرا عادة لديكم فكرة حول حالة تقص ببعض المدن والعواسم الأجنبية بين وكشة 30 درجة 20 بالدربة إذا تقص مشمس بالجزائر 16 بعد الأمتار متوقعة في ترابلو 16 درجة 36 بالخرطوم سماء صافيا 24 بالقهرة بالبقاء المقدسة نتوقع تجيل 29 في المدينة منورة 32 في مكة المكرمة 22 بالدوحة تقص صافي بمسقط بأبوذبي بالكويت 19 بغداد سحب عامة قليلة 17 14 في دمشق 19 في بيروت 15 درجة بالقدس الشريف بعد السحب بإسطنبول 10 درجات وبأوروبا نتوقع برومة 13 درجة أجواء بردى بيفيانا 4 درجات 9 ببرلين تقص مشمس بريكسيل بريز ومرسيلي 14 في مدريد وبلاشبونة سحب كثيفة مع أمتار 17 درجة تطور الوضع الجوي خلال الفترات القادمة مزن معنين بأجواء مستقرة نسبيا خلال يوم الجمعة أجواء مغيمة جسئيا إلى محليا كثيفة سحب بولاية الشمال فيما خص الجنب الحركي ريح تكون في أغلبها من القطاع الغربي ضعيفة إلى معتدل لأنها تنشط نسبيا في فترة ما بعد ذهر بسواحن الشمالية البحر يكون قليل الاضطراب إلى مضترب بالشمال والحرار قصوة تترحم بين 14 إلى 19 درجة وتكون في حدود الاثناش بالمرتفعات الغربية للبلاد بعض التغييرات متوقعة خلال نهاية هذا الأسبوع يوم السبب مؤشرات نزول أمتار متفارقة بالشمال سحب عبرها بالوسط وأيضا بالجنوب ريح تكون شمالية غربية ضعيفة إلى معتدلة بالمناطق الداخلية وقوية نسبيا قرب سواحل وينتوصل سراتها إلى مستوى الخمسين كم في الساعة البحر يكون مضترب إلى شديد الاضطراب بالشمال بخليج حمامات وبجية الساحل ومتموج بخليج جابس وممكن سجل تراجعة في درجة الحرارة بالشمال في حين تتوصل في نفس المستويات بالوسط وأيضا بالجنوب موعد الشروق والغروب اليوم الغد شروق شمس بإذن الله يكون في الساعة السابعة والثلاثون دقيقة وغروبه في الساعة الخمسة وثمانية عشرين دقيقة لمزيد من المعلومات والأرشادات نذكركم بطرق الاتصال وتوصل بالمهد الوطني للرسل الجوية لإرسالية القصيرة موقع الويب وأيضا تنجم تتفعل معنا من خلال صفحة فيسبوك الخاصة بالمعهد أوقات سلاتة اليوم الغد سلات صبح بداية من الساعة السادسة إلا دقيقة ظهر من تصف النهار وستة وثلاثين دقيقة سلات العسر في الساعة الثالثة وسبعة دقائق سلات المغرب في الساعة الخمسة وثلاثون دقيقة وسلات العشاء بإذن الله في الساعة السابعة إلا دقيقة شكرا على حصل متابعة الاهتمام إلى اللقاء اشتركوا في القناة